الواقع بيكذب كلام المسؤولين والمسؤولين لأنه هم مش مسؤولين ومش مستشعرين المسؤولية النتيجة بتبقى كده وليس المسؤولين مش مسؤولين لأن المسؤولين لوقات عسكر كلهم على فكرة أنا هثبتلك بالدليل إن الحكومة كلها عسكر حتى الوزراء اللي شكلهم مدني هم عسكر إيه رأيك بقى كله وده مش تقليلا والله من سيادة اللي هو المحترم على رأسنا يا عم انت بتحمي الدولة بس طبيعة العمل العسكري في أي حتة في الدنيا إن انت راجل بتاع ضبط وربط بتاع بيادة وميز وشغل وحركات ملكش دعوة بالسياسة مبتمشيش يعني انت لو عايز الدنيا تمشي صح في الجمهورية الجديدة ما تجيبش الوقات هات ناس متخصص هات حكومة كفاءات هات تكنقراط عشان تنجح دي وصفات للنجاح في قرار جديد بقى هيجيب كل الحاجات الحلوة دي وهيجيب دورافها رحبوا معي عزيزي المشاهد بأحدث لواء في الحكومة بحسب ما نشرت جارت الأسبوع خلي بالك ده كلام متوقع مش أكيد دي تكاهنات الله أعلم يعني بس ده كلام اللي انتشر على عدد كبير من المواقع الساعات الماضية أنباء عن تولي سيادة اللواء عاطف إبام وزارة الصحة برضو سيادة اللواء لا كمان الراجل ايه يعني كمان هو هو تلع مفيش يعني فيش إعلان رسمي خلاص بس هو الراجل ما يعني ما نفاش قال لك والله الموضوع شرف لي وأنا تمنى بس أنا محدش قال لي يا جماعة والله انتوا فاجئتوني خلاص هات كده الأخبار عندي ما فيش حاجة هو تلعب يقول لك إحنا إيه يكشف حقيقة تولي وزارة الصحة خلفا لزايد فيين بقى سيادة اللواء وبيعمل إيه طب ما تيجي نبص على السيفي بتاعته ما يمكن الراجل برضو احنا ظلمينه تعالى كده نشوف الخبر هاتلي الخبر كده على الفيديو نشوف سيادة اللواء عاطف إمام شرف لي اللواء عاطف إمام يكشف حقيقة تولي حقيبة الصحة قال اللواء طبيب عاطف إمام يجد عنه ما فيش جر لواءات حتى لو دكتور لازم بقى دكتور لواء طيب أستاذ جراحة التجميل والحروق ورئيس مجلس إدارة المركز الطبي للسكك الحديد إنه دلوقتي متواجد في الولايات المتحدة لحضور مؤتمر علمي ولم يتم التواصل معه لتولي حقيبة وزارة الصحة يدخلوه وزارة النقل لو تفتك هو وصل النظام عندنا بيحب الساسبنس قعد بتاع يجي أسبوع كده يقولك هو كامل وزير هيمسك وزارة النقل ولا لا يا جماعة مش عارفين أوه الفضول حيجنننا لحد ما طلع طبعا الزعيم الخالد وتلع قالك إيه ناس بتقول إنه إحنا بنتحيل على كامل الوزير وإحنا بنتحيلش على حد يا كامل تمام يا فندم يلا ده مشهد طريقة التعاطي مع طبعا لسه سيادة اللواء ما تكلفش رسم وممكن ما يبقاش هو بس تعالي نشوف جانب من التعليقات لرواد مواقع التواصل تعليقا على تعيين خليفة للدكتورة مين هلا زايد فين الدكتورة هلا الدكتورة هلا راحت فين يا جماعة اختفاء قصري في ظروف غمضة مش حد عرف يا راحت طلعت من المستشفى تعالي شوف كده الخبر ده طيب الأول بعد تصدره تريند جوجل كوزير الصحة من هو اللواء عاطف إمام تعالي نشوف يا سيدي تعالي نشوف مين هو اللواء عاطف إمام طبعا هو إيه خلي بالك بعد تصدره إيه تريند جوجل كوزير للصحة طب على الأقل يعني على الأقل اطلعين فيه أو أكد يعني يا إما أنت لسه ما زبطتش الدنيا سيادة الدكتورة هلا والله لسه بنزبط لها خروج مشرف عشان موضوع الفضيحة بتاعة الفساد دي فلسه فتطلعين فيه أو أكد أو أي حاجة ولا الهواء انت بقى تريند جوجل هو المسؤول عن طمقنة الشعب المصري وبتيجي تدخل بقى على السيفي ما بتلاقيش يعني كان مدير مستشفى الحلمية الطيق العسكري ماشي على فكرة أنا بغض النظر عن انتماء الراجل أو سجله الشرفي اللي ممكن يكون حافل ومشرف بالإنجازات اللي أنا معرفهاش بس أنا عندي تساؤلات بسيطة قوي أولا ليه لواء أولا ليه لواء لأن الدكتورة هالة اللي محدش عارف برضو هي اتخذت في إيه في قضايا الفساد طلعت قالك خلاص هي مش راجعة الوزارة تاني طب منين هي مش راجعة الوزارة ومنين هي بريئة من شبه تورط في قضايا فساد هي ومدير مكتبها ومش عارف مين محدش كده طلع تكلم وقال لنا والله موضوع العربية البي ام دابلي والفئة السابعة ده طلع صحيح ويا خدتها رشوة فعلا من الرجل محمد ضحي بتاع التأمين الصحي محدش طلع قال لنا والله يا جماعة التحقيقات ما زالت جارية وهي بيتم التحقيق معاها ولا حاجة ده قمة الاحتقار للرأي العام المصري محدش قالك يعني هي هالة زي ده هتمشي وهيجي واحد تاني لوه برضو باشا وانت ما تعرفش ايه اللي حصل طب الست دي حرمية ولا بنت ناس طب الست مش ده حقنا يعني كمواطنين مش دي كوزارة مش من حقنا نعرف حتى على الاقل ان الست دي كان بتسرق ولا ما بتسرقش يا رجل خدها كلقتة يعني خدها كلقتة والله يا العظيم حلوة خد منينا النصيحة دي اطلع اقول عشان ترد علي ناح اطلع اقول ان النظام في مصر لا يجامل احد وحتى الدكتورة هالة زايد اللي باباها لوى باشا حتى لو باباها لوى هيزعل مش مهم بس احنا حاكمناها لقيناها متورطة في شبهة فساد وعشان كده اقلناها من وزارة الصح اطلع اقول كده اظن دي هتبقى لقتة والله هتخرسنا جميعا معنات اللي عنقول ايه هتبقى انت فعلا النظام بيتطهر وما بيجاملش حد لكن ده انت عم استقتر تقول للناس هي الست طلعت شريفة ولا شمال سرقت ولا ما سرقتش ليه عشان بابا اللوى يزعل بابا الدكتورة وبعدين هو لما مشيت الدكتورة هالة جاب مين يمسك وزارة الصحة يمشي الدنيا الدكتور خالد عبدالغفار مين الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي اعلقته بالصحة واشمعنا وزير التعليم ليه مش وزير التموين ليه مش وزير الكهرباء ليه مش وزير الزراعة مش هو هيمشي الدنيا كم يوم يعني لحد ما تتصرفه مش مدرس جغرافيا على ما يجيبه مدرس فرنساوي شمعنا وزير التعليم العالي عشان الدكتور خالد عبدالغفار ده يبقى ابن اللوى عاطف عبدالغفار بابا اللوى برضو كان نائب رئيس هيئة عمليات شفت بقى عرفت ان الحكومة مدنية بنكهة عسكرية طب ليه مصطفى مدبولي رئيس الحكومة عشان بابا لوى برضو مصطفى كمال مدبولي اللوى كمال مدبولي يبقى بابا لوى وعمه يبقى اللوى فؤاد علام رئيس المخابرات العامة السابق او الاسبق شفت انت ماشي الحكومة ازاي شفت الحكومة بتمشي ازاي ده بقى بيقولك ايه بيقولك حاجة بسيطة قوي بسيطة جدا ان محاكمة الفاسدين في الدول اللي زي حالتنا دي بتبقى قرار سياسي مش قرار جنائي برا في اوروبا والدول المتقدمة الفاسد لما بيتبين انه فاسد بيمشي مهما كان مهما عمل لكن عندنا القرار سياسي لو بابا يزعل لو الباشا لوى كبير في الداخلية ولا في الجيش يبقى مش مهم فليزهب الرأي العام وليزهب الشعب الى الجحيم ده ما احنا نبقى تمام وانت بقى يجيلك اللوى عاطف امام يجيلك عوى التاج الدين يجيلك اي باشا من البشوات مش مهم سقف وانت ساكت دي الخلاصة